كارترون في تصريحات خاصة ليه رقم عشرة قال انه محدش اختارني حتى الان بتوقيع الاقوبة او خصم من عقدي عشان كده ما عندوش رد بشأن هذا الامر قال انه كان عنده مستحقات متأخرة ومكافئة بطولة الدول الاخيرة وتم تحولها في حسابه في الفترة الاخيرة انا بصراحة مستغرب مستغرب انه يا جماعة خلونا قطحين مع جماعينا اهلي وزمالك قول انت عايز ايه من البطولة قول بشكل واضح مفيش مشكلة قولوهم يا جماعة احنا مش داخليه على فكرة ديار مديد ممكن يبقى داخل كاسس اسبانيا ويقولك لا اصري الان مديد مش مهتم بالبطولة السندي هم مهتم بالدورة ودورة ابطال اوروبا بشكل واضح فيخش بقى يخسر من فرقة درجة تانية درجة تالتة درجة رابعة الجماعيين مش هتتكلم معاهم خلاص انت كده كده داخل البطولة تخسر فبتلعب بتشكيلة احتياطية بتشكيلة ما فيهش لعبين قاسين براحتك بس النادي بشكل واضح قال لجماهيره احنا مش داخلين نفس على البطولة في الاهلي وزمالك ما بيقولوش بقى لا قالوا بالنافس ولا قالوا ان احنا ما بالنفس هو سايبينك انت ايه يمكن اه ويمكن لا خليك واضح عشان هو منطقي الزمالك عنده لعبين دوليين مع منتقب مصر والأهلي عنده لعبين دوليين مع منتقب مصر وعنده لعبين بيرياحهم عشان كسر عامل الأندية فتقدر تفهم وتستشف انه لا الأهلي مش هدفوا البطولة تفهم انه الزمالك مش هدفوا البطولة بس محدش بيقول يا جمال احنا مش هدفنا البطولة لا قول عادي قول انا داخل اجرب حاجات فتخسر بقى ثلاثة من غزة المحلة تخسر اتنين من فرق وتتعادل هنا مطش واثنين وثلاثة مش هيحصل حاجة قدام الجميل عشان هما كمان مش هيبقى عندهم الهدف بتاع البطولة